في إطار عملية تسليم السلط بين وزراء الحكومة الجديدة المعينين ونظرائهم وزراء الحكومة السابقة جرى تسليم السلط بين عدد من الوزارات وهكذا تم تنظيم حفل تسليم السلط بين السيدة ليلى بن علي التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرة للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وسلفها السيد عزيز رباح كما جرى بالمناسبة أيضا تسليم السلط بين السيدة غيثم الزور التي عينت وزيرة منتدبة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وسلفها السيد محمد بن شعبون وبالمناسبة هنأ الوزراء السابقون نظراءهم المعينين في الحكومة الجديدة على الثقة الملكية التي حظوا بها وتمنيين لهم النجاح في مهامهم الجديدة